بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الجزء الثاني من معركة لغبيشي وهذا الجزء يتضمن الأحداث التي سبقت معركة لغبيشي إخوتي نود أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية وهي إننا عندما نورد هذه الأحداث لا نريد أن نعمق تلك الأحداث ولا نريد أن نعمق الخلافات وإنما هو من باب التوثيق التاريخي للأحداث ونتمنى لعراقنا كل خير ولقبائلنا الأصيلة العزة والرفعة ونقول بما يخص هذه الحادثة أي معركة الغبيشي وما سبقها من أحداث لقد ساهمت الدولة العثمانية بشكل كبير جدا في حصول الأحداث الجسام بين العشائر العراقية من خلال سياستها التي كانت سياسة فرق تسد وكذلك من خلال مشروع توطين العشائر ومن خلال مشروع اللزمة أما بالرجوع إلى الأحداث التي سبقت معركة الغبيشي والتي كانت سببا لحصولها فلقد كانت تنافس بين زبيد وألب سلطان وهم جميعا يعودون إلى جذم واحد يعني إلى أصل واحد والقبيلتين هم من زبيد كانت تنافس ينفجر بين الفينة والأخرى وخاصة موضوع نظام الكودة والكودة عبارة عن رسم عثماني كان يؤخذ على المحاصيل الزراعية وعلى المواشي تستوفيها إمارة زبيد من العشائر التابعة لها باعتبار أنها مالكة الأرض عرفا والمسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الوالي العثماني وفي يوم من الأيام جاء الأمير هندي إلى مضارب قبيلة ألب سلطان بنية جمع الكودة منهم وكانت الكودة تحتسب على أساس عدد منازل كل قبيلة والمنازل كانت عبارة عن بيوت من الشعر فلما نزل الأمير عند شيوخ قبيلة ألب سلطان وبصحبته ثلاثة من عبيده ومثلهم ثلاثة من الفرسان الخيالة وكان الأمير هندي يوصف بأنه فارسا شجاعا شرسا جميلا وكان يكثر من الزينة له ولفرسه ولما استفسر الأمير هندي عن عدد البيوت في ألب سلطان أتاه الجواب من شيخها ووجهائها وقد استغرب الجواب واستغرب من قلة البيوت ولمح لهم هندي بأنهم يكذبون عليه وأنهم يخفون العدد الحقيقي وعدم قناعته قادته إلى أن يقوم بعد البيوت بنفسه وأثناء تجواله في فريج القبيلة وجد موقدا دون أن يكون بجواره بيت شعر عفوا دون أن يكون بجواره بيت شعر فاستشاط غضبا وأراد التوضيح وأراد الأمير هندي التوضيح فجاءه الجواب أن هذا الموقد لبدو نزلوا هنا لأيام ثم رحلوا فلم يقتنع الأمير بالجواب واتهم شيوخ القبيلة بالكذب فكان أن خرج أحدهم قائلا للأمير ليزيد في غضبه يا عونت الله أمير زبيدي عدمواك دا العرب ما كان أبوك ولا جدك يفعل هذا فعندما سمع الأمير هذا الكلام صفع الرجل على وجهه مصيبا إحدى عيناه بخاتمه الذي يزين يده فانقضى الرجل السلطاني على الأمير بعد أن عرف أن الأمير ينوي سحب خنجره فأمسك به من خسره وفي الوقت نفسه محرضا الآخرين على قتل الأمير وإذا بأحدهم ينبري بخنجره ليسكنه في جنبات الأمير ويرديه قتيلا بعدة طعنات فخر الأمير هندي صريعا وهرب من كان معه من العبيد والفرسان ويذيع خبر مقتل الأمير هندي على يد قبيلة البسلطان فعم الحزن على بيت الإمارة وعلى رجالها ونسائها وهذه الأحداث عبر عنها الأمير سمرمد بقصيدة له تبين مدى الصدمة التي ألمت به بمقتل هندي وقد تأثر الأمير سمرمد كثيرا وقيل إنه كان يهيم في الصحراء على مقتل هندي وقام الأمير سمرمد بإرسال قصيدته إلى ألب سلطان التي يقول فيها يا راكب من الركايب فوق حيل والركايب يعني الخيل مش هن عند المساري روج فد يعني سيرهن والركبهن من سراعتهن يميل والركبهن من سراعتهن يميل يعني بما أنه الخيل خيل كحيلة وأصيلة ومهار يعني صغار في السن كان الراكب هنا يصف الأمير سمرمد راكب الخيل بأنه يميل يمنة ويسرى لسرعة هذه الخيل والركبهن من سراعتهن يميل مرسلات في كتاب ذا مرد يعني مرسل كتاب مع شاب ذا مرد يعني شاب مرسلات في كتاب ذا مرد ناجل كتاب من اللي ما يعيل يصف بأنه الإمارة ليس لها عيلة على أحد أو تجاوز على أحد ناجل كتاب من اللي ما يعيل ولو يعيل دعوك يمهجج سرد وهنا يشير إلى شيخ مهجج الحيدر من البسلطان ولو يعيل دعوك يمهجج سرد كيف تخدعني يلي عظامك بالصليل يقصد نحن من جذم واحد ومن أصل واحد كيف تخدعني يلي عظامك بالصليل وينشبك سمن ووجع بالشبد هو دغن هو غلل للعليل ولا يشافي علته كون الصمد يعني يصف بأن المصاب قد كان على زبيد على إمارة زبيد كبيرا ولا يشافي علته كون الصمد كيف هندي يطيح بيديكم دخيل وريت عين إن كان شافتكم رمد يعني يقول هيهات أن أراكم بعيني بعد هذه الحادثة وريت عيني إن كان شافتكم رمد يعني يصيبوها الرمد أو العمى وريت عيني إن كان شافتكم رمد والنساها ذاك حطوه له بليل وذاك يكرب زرعكم ثم الجرد والعفايف صبغا كلهن بنيل والعفايف صبغا كلهن بنيل يقصد أن النساء الزبيديات قد صبغن ثيابهن بالنيل أي الأسود اللون الأسود على فراق الحر يوم إننا انجرد يعني على فراق هندي يوم إنهن قتل والجدائل جد عنهن كالشليل يقول بأن ظفائر الزبيديات بأن نساء الزبيد قد قطعن جدائلهن أي ظفائرهن الظفيرة والجدائل جد عنهن كالشليل حزنا على أمير الزبيد هندي الذيال شقر جاية تول مهد يعني هذه الزفائر لنساء زبيديات فتيات شقر يصف لونهن والمظائف شيلت من غير شيل يصف بأن المظائف كان ليس لها وجود لأن الدنيا أصبحت في عينيه سوداء على فراق هندي والمظائف شيلت من غير شيل ذامن الباري على عبده وعد ويقول هذا من الله وعد يا فصيخ العقل يا غادة الدليل شفت شاتن بالفلا صادت فهد يعني هل رأيت شات يقصد النعجة بالفلا أي الصحراء صادت فهد والفهد حيوان معروف يعني يقول كيف تتطاولون على أميركم وعزكم شفت شاتن بالفلا صادت فهد ضاع حقك ثم ضيعت الدليل حقوتك راس العوادل لا ترد يا مهجج يعطي الحل إلى مهجج شيخ من ألب سلطان يقول له يا مهجج من ديارة قوم شيل يا مهجج من ديارة قوم شيل وانحر البيضة وتنحى بالبعد ولا تشوف الشوملي وكدس نونيل يقول له سوف لن ترى الشوملي ولا كدسن ولا نيل هذه مناطق بين الحلة وبين الصويرة هذه المناطق يعني بين واسط وبين بابل ولا تشوف الشوملي وكدسن ونيل كون يحيون الأموات من بعد يعني هيهات أن تبقى في هذه المناطق وكون شاتر ريم يدنا للرحيل أو يسبح القاقوم في وسط الصمد أو يسبح القاقوم في وسط السمد والسماء تطمان وارضينك تشيل شفت سمتشلقاء على الكوكب صعد شفت سمتشلقاء على الكوكب صعد يعني هنا يصف الدنو والعلو والقلب وش ما فعلتوا له عويل والقلب وش ما فعلتوا له عويل يعني الحزن عميق يقطع في جوجل فلا ثم يرد في الصحراء يهيم في الصحراء وهو يصف نفسه وأمره يساعلني وسأل بليل طويل يقطع في جوجل فلا ثم يرد يسألني وسأل بليل طويل ما يطيعه شايت وينطي مرد ولا بقايا ليه تنطي لي سند ولا بقايا ليه تنطيني سند وصلت القصيدة إلى ألب سلطان وقرأها الرسول الذي بعثه الأمير سمرمد على مسامع الجميع لينبري لها أحد عمالقة الشعر البدوي في ذلك الوقت وهو الشيخ أمهجج الحيدر مستشفا منها عزم الأمير على قتال ألب سلطان وإن شاء الله تعالى سنكمل بقية الأحداث التي سبقت معركة الغبيش الشهيرة والتي كان لها صلة كبيرة بها في أجزاء لاحقة وأرجو أن تتابعونا من أجل أن تعرفوا المزيد عن هذه المعركة التاريخية الشهيرة والتي كانت أحداثها في بدايات القرن العشرين بين الزبيد والقبائل المتحالفة معها من جهة وألب سلطان والسعيد وبقية العشائر المتحالفة معها ليصلكم كل جديد ونتشرف باشتراككم